كابتن حشيش خليني أبدأ معالج بقى من ناحية الهجومية ناحية الهجومية النهاردة أربع أهداف أعتقد كان ليهم مفعول السحر بالنسبة للفريق ندل أهلي طبعا أهداف كتيرة حلت حلت الأداء شكله كويس فرصة ذهبية للمجموعة اللي بتلعب مش النهاردة بس الحقيقة المباراة اللي فاتت كلها يعني ما أعتقدش إن فيه يعني ناشئ أو ولد صغير لسه تحت السن يجيله الفرصة ديها كابتن عادل ويلعب أكتر من ماتش فيه دوري ممتاز عشان يتشاف كويس مش بتشاف مثلا ربع ساعة وخلاص يتحكم عليه لا ده أكتر من ماتش عشان الماتش الأولاني سبعة تمانية أعتقد بزبط يعني ماتشات كتيرة جدا جدا وبتاخد بتاخد بتاخد ومع فرق مختلفة ومتنوعة فرصة كبيرة إسلام للولد الصغرين دولت إنهم يتشاف وعمرها ما حصلت وصعب تحصل تاني بالشكل ده لأن طبعا نادي الأهلي على طول طبعا بيفوز بالبطولات وبطولة الدوري وبيبقى لغاية آخر لحظة موجود حتى لو ما كسبش البطولة بيبقى لغاية آخر لحظة إنما قبلها بفترة يقدر يدي فرصة للناس دي كلها عشان تتشاف سواء الصغرين خالص أو الناس اللي كانت خارجة من الإصابة أو ما بتلعبش فأنا شايف إن المفروض الإدارة أو الجهاز أو المعنين بالأمر يكون حطوا إيدهم على النهاردة طبعا آخر مباراة يكون حطوا إيدهم على الناس اللي هتصلح إنها تبقى موجودة في قوام الفرقة المسلم اللي جاي والناس اللي هتطلع إعراض والناس اللي ممكن يعني تتبع نهاية دي طبعا الحاجة بتاعتهم هم يقدروا يحكموا قلنا من البدايات يا كابتن إسلام إن لازم الناس تأخذوا الموضوع بجدية اللعيبة لازم تبزل جهد كبير عشان تتشاف كويس أهم حاجة إنك ما عندكش ضغط جامد بتلعب في ناس تقول ما هو برضو كانوا ظهروا في وسط نجوم كبار خبرة يقدروا ساعدوهم بس في نفس الوقت برضو أنا لما بنزل مع لعيبة كبار بتبقى مسئولية وضغط علي أن أنا نازل مع أسماء كبيرة ممكن أبقى برضو تديني نوع من أنواع الضغوط إنما أنا نازل مع أولاد زي كلهم يمكن تقريبا في سن واحد فدي مخففة الضغوطات على اللعيبة كلها فاللي أثر منهم بقى ما يلومش نفسه واللي أجاد ربنا وفقه فيه اللي جاي إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر